نهاردة ان شاء الله وتحديدا الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة عندنا مباراة في منتهى الاهمية امام كاب فاردي بعد المباراة دي فيه حاجات كتير اوي هتتضح بقى والصورة بالكامل حدبان ويتنتين يتنتين زي ما بيتقال طبعا منتخبنا يعني اكيد كل امال المصري منعقدة عليه بحسم الفوز في مباراة النهاردة وبالتالي الصعود دور الستاشر واستكمال باقي المباريات وصولا للنهائي ان شاء الله كان مؤتمر طبعا الصحفي للمباراة يعني بالامس وي بيتوريا قال فيه كلام كتير من ضمن اللي قاله قال ان هدفنا الوحيد هو تحقيق الانتصار على كاب فاردي لحسم التأهل للدور المقبل من البطولة وكمان قال ان يعني في ضمن اجابته على سؤال عن مصير وهو شخصيا كمدير فني للمنتخب مع المنتخب في حال الوداع المبكر من بطولة كأس الامم الافريقية قال ان هو مركز حاليا على المتش اللي جاي وبيقول نصا اعمل في هذه المهنة منذ سنوات طويلة وكل تركيزي على المباراة القادمة فقط ولا يمكن ان نفكر بعيدا تركيزنا منصب حاليا وفقط على مباراة كاتفردي امامنا مواجهة مهمة وصعبة وتحتاج لكثير من الطاقة والتركيز ترجمة نانسي قنقر